شارف عام 2022 على النهاية حاملاً معه أحداثاً عربية مهمة خاصة في دول الربيع العربي ولعل الغزوة الروسية لأوكرانيا خلف تغيرات في مناحي الحياة كافة في العالم العربي وخاصة ما يعرف بدول الربيع أبداً من نص جديد تواترت الأحداث السياسية في تونس عام 2022 وانقطعت معها كل سبل الحوار بين المعارضة والرئيس قيس سعيد الذي تسلح بإصدار المراسيم وخطابات التصعيد ضد خصومه وتأكيده أنه لا عودة للوراء الاستفتاء كتابة وإقرار دستور جديد مقاطعة كبرى لانتخابات تشريعية مبكرة محاكمات سياسية هذه كانت أبرز محطات عرفتها تونس عام 2022 في ظل حكم الرئيس سعيد في ليبيا يواصل المجتمع الدولي الضغط على أطراف الصراع الفاعلين في الأزمة الليبية ملوحاً بفرض حلول بديلة حال تعذر إجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية متفق عليها في سوريا كان الحدث الأبرز هو الاجتماع بين مزراء الدفاع التركي ونظيره السوري في روسيا كما بلغ التذمر الشعبي في مناطق سيطرة النظام السوري أوجه جراء أزمة المحروقات الأقسى التي تضرب المدن السورية منذ اندلاع الثورة في عام 2011 فلا مواصلات ولا كهرباء ولا تدفئة وسط غلاء جنوني يحكم الأسواق خاصة أن الليرا السورية وصلت إلى سبعة آلاف للدولار الأمريكي الواحد كما تحول السوريا إلى أكبر منتج ومصدر للمخدرات في المنطقة ترك العام 2022 ذكريات سيئة لجميع المصريين حيث تفاقمت أسعار جميع السلع والخدمات وتزايد السياسات الجباية وعدم السيطرة على الأسواق وظهور الأزمات الغذائية باعا بداية من القمح والزيت والذرة وعلاف الدواج وحتى الرز ورغيف الخبز كما طوى اليمنيون عاما آخر مخيبا للآمال في ظل هدنة هشة لم تضع حدا للحرب المستمرة منذ ثمان سنوات وسط هجمات وانتهاكات حوثية ضد المدنيين أهم الأزمات التي عانى منها العرب في عام 2022 ستنتقل معهم إلى عام 2023 وجميعها مرتبطة بشكل مباشر بالاقتصاد والحريات العام